هل يعذب صاحب الكبير إذا رجحت حسناته على سيئاته سعيد بارك الله فيك أولا بالنسبة لمن لقي الله عز وجل مسلما مؤمنا موحدا يعني لم يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر فإن الله عز وجل يدخله الجنة إما ابتداء وإما انتهاء إما ابتداء إذا لقيه موحدا وعلى طاعة وعبادة أدخله الله عز وجل الجنة لأن هذا وعد الله وإما أن يلقى الله عز وجل بذنوب لكن عنده حسنات راجحة على سيئاته مثل ما سألت أنت نعم من رجحت حسناته على سيئاته أدخل الجنة برحمة الله عز وجل وأما من لقي الله عز وجل وقد تساوت حسناته وسيئاته وتعادلت فإنه يقوم من أهل الأعراف وعلى الأعراف رجال مكان بين الجنة والنار ثم بعد ذلك إذا يعني الله عز وجل بالنسبة لهؤلاء الذين تكافأت سيئاتهم وحسناتهم مع وجود مصر التوحيد عندهم هؤلاء يردون إلى الجنة وأما إذا رجحت السيئات على الحسنات فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر الله جل وعلا وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه على قدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك أرجع وأكد وأقول بأنه إذا كان موحدا لم يلقى الله مشركا به سبحانه وتعالى